أهلا بكم سنة ربعة في حل اختبار سلاح التلميذ على المفهوم الأول من كتاب سلاح التلميذ بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الاختبار السؤال الأول رقم واحد ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد يمكن إنجاز شغل بدون طاقة هل يمكن أنا أعمل أي شغل بدون أن أنا أبزل أي طاقة طبعا لابد من بزل طاقة عشان إنجاز شغل يمكن إنجاز شغل بدون طاقة أو العبارة خاطئة عند رفع الأسقال إلى أعلى تكون القوة غير متزنة أول إذا كان في حركة يبقى إذن القوة غير متزنة إذا كان في حركة هنا بيقولك عند رفع الأسقال إلى أعلى إذن الأسقال اترفعت اتحركت إلى أعلى يبقى تكون القوة غير متزنة هذه العبارة إيه؟ صحيحة قوة الدفع هي التي تجذب الأجسام نحونا طبعا أنا لما بدفع الشيء تمام؟ أنا بابعد عني لكن إنجاز بيقولي قوة الدفع هي التي تجذب لا دي طبعا اللي بتجذب الأشياء أو الأجسام نحونا دي هي قوة إيه؟ قوة السحب يبقى قوة الدفع هي التي تجذب الأجسام نحونا أقوله غلط يبقى إذن العبارة إيه؟ العبارة كلها خطأ القوة غير المتزنة تسبب حركة الأجسام زي ما أنا قلت لكم هنا هو عند رفع الأسقال طبعا إذا كان فيه حركة للجسم يبقى إذن هذه القوة غير متزنة العبارة صحيحة ننتقل إلى السؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة واحد كل هذه الأعمال تعد شغلا ما عدا دفع الحائط دفع سيارة لعبة ركل كرة سحب كرسي طبعا كله ده يعتبر شغل ما عدا دفع حوات السبب في سكوط الأجسام على الأرض عندما تسقط من يدك يعني أنا معي الألم أهو سبته وأقع على الأرض تمام؟ أو أقع على الكتاب طب سبب سقوط الجسم إيه السبب؟ أقول له الاحتكاك ولا الجاذبية ولا الدفع على المناطسية طبعا سبب سقوط القلم من إيده أو الجسم على الأرض ده هو الجاذبية تسمى القوة التي تبطئ أو توقف حركة الأجسام بقوة إيه؟ أي قوة بتبطئ أو توقف حركة الجسم هي قوة الاحتكاك إيش الرقم ثلاثة فتح مقبض الباب المغلق من أمثلة قوة إيه؟ أنا بفتح المقبض بتاع الباب المغلق ده قوة إيه؟ صاحبي بينما غلق درج المكتب من أمثلة قوة إيه؟ الدفع يعني أنا بسحب الباب عشان أفتحه ده اسمها سحب بغلق درج المكتب ده اسمها قوة إيه؟ قوة دفع عند إيقاف الدراجة تتأثر بقوة عكس إتجاه حركتها تسمى قوة إيه؟ لما أنا بوقف الدراجة اسمها هي القوة اللي بتتأثر على عكس إتجاه حركتها طبعاً قوة الاحتكاك عندما يجلس طفلة على كرسي فإن القوة المؤثرة عليه تكون فيه لما أنا مثلاً أعد على كرسي فيه قوة مؤثرة عليه على الكرسي وعليه اسمها قوة إيه؟ طبعاً بتكون متزنة ليه؟ لأن أنا مش متحرت لكن لو قوة غير متزنة هتلاقينا هاجع على إيه؟ على الأرض صل العمود بيه بما يناسبه من العمود ألف بطء شخص يجري يكون بسبب الشخص بيجري تدايب بحالته إيه؟ بطيئة بسبب إيه؟ حركة الجسم ولا قوة السحب ولا الاحتكاك بالأرض طبعاً الاحتكاك بالأرض تغير موضع جسم بالنسبة للجسم ساكن تغير موضع جسم بالنسبة للجسم ساكن ده اسمه إيه؟ اسمه حركة أو حركة الجسم نركز هنا ننظر إلى الشكلة اللي زي أمامك سمها أجب ده شكلة هو تمام؟ ده اسم قوة إيه؟ وده اسمها قوة إيه؟ ده بيعمل إيه دوته هو؟ طفل دوت بيعمل إيه دوته؟ طبعاً بيشير السهم رقم واحد إلى قوة وسمى قوة إيه؟ قوة الدفع وبيشير رقم اتنين السهم رقم اتنين ده بيعمل إيه؟ بمسك الحبلة هو؟ وبيجرها ده اسمها قوة إيه؟ السحب قطة تباطئ الحركة نتيجة وجود قوة بين المزلجة وسطح الأرض فما هي؟ إذا كان يا جماعة فيه بطء في الحركة بين طبعاً بين المزلجة وسطح الأرض يبقى إذن ده فيه قوة اسمها قوة إيه؟ اسمها قوة الاحتكاك أي من الموازين الآتية يعبر عن القوة المتزنة؟ ظل للإجابة الصحيحة ده قوة متزنة؟ هنا هو ده قوة متزنة؟ لا طبعاً المزان المايل له طب ده برضو المزان المايل لكن ده ده اسمها القوة المتزنة اللي هي رقم كام؟ رقم اتنين يبقى الإجابة رقم اتنين اكتب مثلاً آخر من عندك يوضح القوة المتزنة وغير إيه؟ المتزنة؟ عايز قوة متزنة وغير متزنة مثل هنا نقول إيه؟ عند سحب فريقين لحبل لن يتحرك يعني الاتنين الفريقين بيسحبوا الحبل والفريق ده مش بتحرك والفريق ده مش بتحرك إذا كانت القوة متزنة وسوف يتحرك إذا كانت القوة غير متزنة يعني لو نلاقي إن فريق أقوى من فريق هنلاقي إن الحبل إن الفريق التاني بيعمل إيه؟ بيتحرك نتيجة تحرك الحبل يبقى عند سحب فريقين لحبل لن يتحرك إذا كانت الكو متزنة طيب لو الكو غير متزنة هنلاقى أن الفريق بيعمل إيه بيتحرك بكده طبعا ننتهي من حل اختبار سلاحة الميزة على المفهوم الأول مادة العلوم الصف الرابع بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناتكم قناة مصر للتعليم التدائم مع تفعيل زر الجرس لكاسركم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته